السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلوية مايا اليوم ان شاء الله جبت لكم تحلية او ديسر غيعجبكم بزف مقادر اقتصادية جدا بسيطة وطريقة في كل بيت كتجية رائعة وراقية تقدمها في مائدة رمضان بلما نطول لكم نخليكم مع الوصفة وطريقة التحضير ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة بسم الله غنبدو مباشرة في طريقة التحضير فكسرونا على نار متوسطة ندروا ملعقتين كبيرتين ونطف الزبدة ونخليوها الدوب تماما لكمية بالقرام تقريبا 100 قرام تالي الزبدة من بعد ما دابت لنا الزبدة نضيف لها 5 معلق كبير من الدقيق الابيض او ميو عادي ل120 قرام نخلطو الدقيق مع الزبدة حتى الدقيق دي لنا يتشرب الزبدة كاملة نخلطوهم على نار متوسطة لمدة نصف دقيقة ومن بعدها نمرو نضيف لها باقي المكوينات نضيف لها باقي المكوينات في هذه المرحلة نضيف لتر الحليب نضيفه كامل نضيفه تدريجيا نضيفه هنا حوالي نصف كأس الحليب لكمية الدقيق والزبدة ونحركه جيدا ونواصله نضيفه كامل حليب تدريجيا ما تتوقفوش للتحريك لانه اذا توقفتو الدقيق دي لكم غير طيب ويتصق لكم في القاعدة الكاسرونة من الافضل تبقى وتحركوا حتى تعقاد الكريمة دي لكم وحنا نحركو في الكريمة دي لنا نجيبو 100 قرام منصف كأساني دا مايو عادي الربعة معالقة كبار وانتوما كتتحكموا في الدوقة دي للكريمة دي لكم ونضيفو كيس ملضاني مايو عادي السبعة قرام كما يمكن لكم تعودوه اما بقشو الحامض او قشو البرتوقات اشتركوا في القناة حتى نحصلو على هالقاوة دابا وهي سخونة غنوضعوها في الكيسن هالكريمة كتجيزوينة بزيف والذيذة كما كتلاحظو هدا هو القوام دي هكي فسكيشي وغنوضعوها في المجمد ونمرو باش نحضرو الكاراميل وفي كسرنا غنوضعوه 12 معالقة كبيراتي السكر سينيدة احتيدو بلينا كامل ونحصلوه على كاراميل من الافضل الكاراميل تاكم تخليو اللون تاعو فازح لانا اذا كاللون تاع الكاراميل شوية بني غامق اعطيكم بلنا تاع المرورية للكاراميل تاكم وصوص كاراميل ما غدجيش بنينا ومن بعد مدى بلينا السكر غنزيدو كاز دي الماء دافئ ونحركو جيدا هدك الكاراميل مع الماء حتيدو بلينا الكاراميل كامل ونحصلوه على سائل اللي يكون خفيف نجيبو كاز تاني دي الماء اللي يكون دافئ اللي ضفنا ليه ملعقتين كبيرتين من المايزينة او الناشو وغنبقى نحركو فيه جيدا وغنبقى نحركو فيه جيدا كاعقاد لنا السوص كاراميل تانا الاقتصادي السهل اللي حضرناه في دقائق فقط وتحصلنا على هاد النتيجة الرائعة من بعد ما حضرنا السوص كاراميل غنبيرو الطبقة التانية من كريم كاراميل فوق الطبقة الاولى اللي حضرناها مع بعض هاد الوصفة زوينا بزاف كيما شاهدتم معايا مكوناتها بسيطة اقتصادية وسهلة اذا حضرتوها وجربتوها مطبخو شرينا بتعاليقكم الرائعة وزينناها بهذا الشكل ودائما تزين كيبقى اختياري وتقدروا تخليها كمية لان الشكل ديالها كيجي بزاف هائل خليناها بردت جيدا وغنمرو مباشرة باش نوريكم القوام ديالها كيفاش كيجي كما شفتم معايا التحلية كتجي راقية ومكوناتها بسيطة وكتجي بنينا بزاف والقوام ديالها كريمي كتجي بنينا بزاف وكتستحق التجربة لانها فعلا رائعة كنتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لي تعاليقكم الرائعة والمحفزة وصلنا الاخر الفيديو وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات والى الوصفة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة